موسيقى لقد أصدرنا في جايتكس 2019 تقريرا حول تبني القطاعات المختلفة للتكنولوجيا الجيل الخامس 5G وتضمن التقرير النتائج الدراسات التي أجريناها عالميا ولكن ركزنا في جايتكس على منطقة الشرق الأوسط والشمال لإفريقيا محددين بذلك حجم سوق تكنولوجيا الجيل الخامس 5G بحلول 2030 من وجهة نظر موردي الخدمات حيث ستصل قيمة خدمات 5G في السوق من شركة إلى شركة B2B إلى حوالي 46 مليار دولار أمريكي في القطاعات المختلفة مثل قطاع النفط والغاز الذي سيستفيد من تكنولوجيا الجيل الخامس الألياف البصرية أضف إلى كل من قطاع النقل والأتمة والرعاية الصحية والقطاعين المالي والمصرفي وغيرها ستستفيد العديد من القطاعات من تكنولوجيا الجيل الخامس وبحلول 2030 سنسجل قيمة عوائد تصل إلى 46 مليار دولار أمريكي في التقرير الصادر هذا ركزنا فقط على القطاعات ولكن أؤكد لك أنه بحلول 2030 سنشهد استخداما كبيرا لتكنولوجيا الجيل الخامس من قبل الأفراد على وجه الأحص الخدمات على الجوال من خلال نطاقة الرددي العريض أي أنت وأنا وكل منا سيستخدم الجوال بالإضافة إلى الوصول الثابت اللاسلكي للشبكة وهو بديل أو طريقة مختلفة لإيصال البيانات إلى المنزل بدلا من استخدام الألياف يتم استخدام تكنولوجيا لاسلكية هذان هما التطبيقان الأساسيان الذان من خلالهما ستدخل تكنولوجيا الجيل الخامس إلى حياتنا اليومية إنترنت الأشياء يستخدم حاليا من خلال تكنولوجيا LTE وهو لا يتطلب توفر تكنولوجيا الجيل الخامس ولكن هذا الأخير سينقل إنترنت الأشياء إلى مستوى آخر من حيث إعداد الربط إذ سيتم ربط المزيد والمزيد من الأشياء ببعضها البعض والتكنولوجيا LTE لن تكفي لربطها جميعها لذا نحن بحاجة إلى 5G لابد من التمكن من ربط ألاف الأجهزة في مكان واحد بدلا من ربط فقط المئات تكنولوجيا الجيل الخامس ستسمح بتحقيق ذلك ولكن طريقة ربط هذه الأشياء هي المفتاح مع تكنولوجيا الجيل الخامس ستنمكن من خلال 5G أن نلتمس الفارق في فترة الانتظار وفي أيضا طبقات الربط بكلمات أخرى سنتمكن من أن نقدم خدمة مختلفة لتطبيقات وأجهزة مربوطة متعددة وغيرها هذا لا يمكن القيام به مع تكنولوجيا LTE بنفس السهولة نحن نستطيع أن نستطيع أن نفعله في هذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر